اليوم قررت اتكلم عن موضوع الصراحة شفت البارح والصراحة ما يسكت عنه هو كلب فوت القول حق مريام تلينك وجات خليفة الصراحة هذا حرام نقول عنه كلب هذا شيء قمة بالانحطاط والأخلاقي شيء سافل شيء يعني حرام ان الناس تشوفه لانه هذا مو فن هاي دعارة صرفة انحطاط أخلاقي رخص عهر باسم الفن لا اكثر ولا اقل الصراحة الفن بريء عن هذا الدعارة لان هذا اللي احنا شفناه دعارة صرفة شمل ايحاءات جنسية متعددة بالشكل والكلمات والسانسة فوته فيه ويعني كلام معيب فوته وعبيته وهو يقول لها فوت القول الأول والقول الثاني انت مو مدخل على فكرة في مريام تلينك قول ولا قولين لا انا بشرج مدشش فيش كاس العالم كبرى السفالة والانحطاط الأخلاقي الى جانب ان استغلوا الطفلة اللي معاهم في الكليب بطريقة سيئة يعني توقع تقدمون دعارة اشدخل الاطفال استغلالهم بالطريقة البشعة للأسف انا اتمنى اتمنى لاول مرة في تاريخ لبنان اتمنى انهم يثبتون انهم ناس على خلق وانهم يرفضون هذا اللي طلع باسمهم باسم الفن اللبناني باسم المرأة اللبنانية باسم يعني شنو هس كلب كله سرير وقاعدين وما يشنو ايحاءات وبيبيدول ولبس يعني لبس ما يتطالع لبس بالريال ومرتب بغرفة النوم ومو الناس تشوفه للأسف لبس عاهرات الى اقصى الدرجات انا شوفو انه يجب عقابهم وسجنهم شوفو المصريين المصريين لما نزلوا هذول اصحاب كلب سب ايدي قامت الدنيا وخلال شهر ما شاروا نصص جنو البطلة مالتق عطوها السنة وطلعوها كان حسن سير وسلوك بعد ستة وسبعة شهر وكذلك الريال اللي كان معاها طلع على حكم صج نحاش بس عطوه محكام لان اللي صار الصج سفالة انحطاط اخلاقي تحريض على الفسق والفجور بس كاهي لما طلعت البطلة ما تسيب ايدي مشت عصارات المستقيم فنفس الشي لازم يطبق على مريام كلينك هذه صراحة للأسف هذه يعني مستحيل تتسمى مريام كلينك هذه ممكن مريام اينس مريام سيلان او يعني اي مرض من امراض الجنسية هذه لانه مستحيل تكون شيء محترم لا باطة شاب دي لما طلعت مرة تلقائد تقول انه لو بي كان عايش كان افتخر فيني لا والله شكل بيك لو كان عايش كان قاعد على الكاشير ياخذ الحسبة ياخذ الفواتير مالتج بالأسف شيء رخيص لأقصى الدرجات ويعني ومشكلة مستانسين والأخ جاءت خليفة طالع أنا شكتر غنيت ما احد انتبه لي ليش ما يتكلمون عن العهر السياسي العهر المجتمعي يعني انت الحين تبتشتر اتعلم الناس الفسق والفجور شا الوقاح شا قلة الادب ما فكرت اساسا ان انت قاعد سيء حق بلدك انزين اليوم اذا احد يقول لك يكعه اول ما يطلع لك لب مالك يكعه اللبنانيين عادي عندهم كل شيء وكل شيء مفتوح ما عندهم اخلاق تقبل هذا على اهلك تقبل على بلدك تقبل لا للأسف بس شفت نضال الاحمدية ساكته يظهر هذا هو الشيء الوحيد اللي يعجب نضال الاحمدية وشاكلتها من الاعلاميين اللبنانيين لكن في انا واضق ان في لبنان فيها رجال فيها ناس ما يقبلون بهالوقاحة اللي احنا شفناها